السلام عليكم ورحمة الله هذا برنامج على قناة المملكة بثة في ليلة الجمعة أواخر هذا العام 2022 ويسوق لزيارة قبور الصالحين من الصحابة والأنبياء نحن فقط عندنا سؤال واحد للقائمين على مثل هذه البرامج أو على مثل هذا الكلام ما قولكم في حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والحديث في الصحيحين ما قولكم في حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في صحيح مسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا الحديث في صحيح مسلم والأول في الصحيحين وأنتم تسوقون لشد الرحال إلى قبور الأنبياء وقبور الصحابة الذين بنيتم عليها هذه المساجد فهل لكم أن تفسروا لنا كيف ساغ لكم أن تخالفوا أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه ونهيه أصلحنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا